ادعاف قدام عينيها بلا ايراد وخحها لفعلها ولكن مليست رجع شنو شاف نهارجا رجع ليه داك الكم الهائل ديال الغضب شدها من دراحها بجوج وازدها مع التموبيل كي هدرت حسناه قال ليها هادي هي الخدمة اللي بغا تخدمي هادي هو حلمك انك تكوني صحفية ولا صافي دارت ليك في الخووق اللي بتيها تصل قيد اهدري بدك يحرك فيها وقال اهدري غادينا بدا تكتبكي وقد حرك راسها بالله قال ليها صخر ودك الشياطة ديال صحيبك قابل ليك على هاد الشي فين مشات الرجلة يك ما طيحها في شي قد مخليك تبوزاي مع السلاقت غادير قالت الصخر اسمعني ادفحها وقال اه سمحي لي تنظن ما بقاش عندي الحق نتدخل فيك وانتي عندك واحد اخر في حياتك ونسيتي هاد بنادم غادير كتحرك راسها يمين وشمال وقالت لا قاطحها تاني وقال كنحس بالغباء وانا جايك نقلب عليك وتابعك بحال كلف ولكن مزيان كان خاسني نشوف بعينيها باش نقدر نخرجك من حياتي في خطرة كانت منى ليك السعادة في حياتك الجديدة داروا ركب في التموبيل وتحرك بسرعة حتى تحكوا الروايد في القرض خلاها مصدومة من هدرتو واخر جملة كتتردد في ودنيها يعني صافي كل شي سهلة دخلت للشريكة ومشات للطوالات كتجري سدات عليها وعطات هاللبكة حتى بغت تسخف مش بلا ما يعرف شنو داز عليها في غيابه وش حال عانات وكانت محتاجة ليه فهم دك شي كيف بغى بلا ما يسولها شنو بينها وبين را كان كان خاسه يستفسر هو اللو والعادي يحكم هي عمرها ما خلاته يقرب لها ولا يمسها بطريقة حميمية كتعتبره في متابة صديقها وطبيبها اللي خرجها من البؤس لا أقل ولا أكتر علاش هو استنتج دغيها باللي بدلاته ونساته كيفاش تسهان بأن مشاعرها اتجاهه تكون بهاد السطحين وتنساه في هاد المدة القليلة هي غير ما زادت بغاته كتر وتعلقات به في هاد المدة وكلمة وحشاته قليلة باش تعبر على ذاك شي اللي حسات به في بعده عليها هاد العام خرجات من الطوالات بعدما غسلت وجهها ورجعت للستوديو واعتادرات ليهم واعتادرات للعارض اللي نزف مني فوق ما قدرتش تكمل جلسة التصوير بتلات عليها وخرجات وتمشيت غير على رجليها غادة ومرة مرة كتطيح دمعة من عينيها صخر رجح للوطيل كيغلي الداخل دياله في نزاعات واحد الراس كيقول لي سير جرها وديها مهاك صحة وناخر كيقول له خليها عليك قربك منها كيجيب لها غير العذاب والتعاذة شفتيها كيف حيشة هانية وكتضحك واسترجعت صحتها وحياتها بدل حويجو وخرج مشى الأقرب بواطل ودخال وجلس في مكان بعيد على البشار جابوا ليه مشروب قوي كيف ما طلب عمار كازو نزل عليه دقة وحدة ورجاع عمار لاخر كيشرب وعقله معاها حاس براث وضايع ومعارفش شنو يديه جال هاد البلاد على أمل يرجح بيبتو معاه ويتجمعوه في مرة حتى كيلقاها في حضنه ودخالته والضحكة ما بفارقاش وجهها حس بألم كبير بشا في داك المشهد ما خسهاش تضحك معه شي حد من غيره ولا تكون فرحانة وهي معاراج الأقوة هي عارفة راكان كيبغيها وبقات معاه واعلم الله شنو قع بيناتهم هادو هما الأفكار اللي كانوا كيدوروا في راس صخر وكيحفروا في قلبه صخر كمن القرعه وناد خرش ركفت طموبيل ديالو دي مارا محبس حتى القدام الدار في نساكنة غادير تقاد في القلسة فالشافها جاية هي وبنت خرا باين عليها كورية وهازين بلاستيكات في الدهون كان باين عليها الحزن وخاكت حك مع البنت الخرا زير على الفولون بإيديه وكيلعان فرازو حيث بنت إيدو عليها أما هي ما شافتوش حيث الطموبيل زاجها فيمي دازو من حداه ودخلو للدار وتبحى بعينيه لمالهم الشوق احتد سد الباب خرج من التموبيل وقب قدام الدار ومد إيدو بغا يدقه وهو يرجحه في آخر لحظة دار بسرعة وركب سيارته وتحرك من تبناك وذات وجا يوم جديد كان ناحس فوق النموسية حتى كيسمع رانين الهاتف مد إيدو الكوافوز وهز ودوز الخط وحطو على ودنيه حتى كيسمع عمار قال إمتى غادي ترجع؟ قال لي السخر صبحنا على الله مالك بيتك تحلم بيا عمار قال له من الأحسن ترجع في أقرب وقت ممكن حيت خوتنا بداو كيهبشو مورعك وقيل شاكين باللي راك باقي حين سخر حل عينيه وتقاد في القلسة وقال أوكي غدا غادي نكون سماك وجد كل شي قال ليه عمار كل شي واجد خاص غير ترجع اقطع صخر وناد خدا دوش والبسح ويجو وخرج من لوطيل وركب في التموبيل وزاد نيشان لدار غدير نزل من التموبيل ودق في الباب وحلات ليه سوجين ادخل بلحتة كلمة سوجين عرفات وشكون سدات الباب ونعتات ليه بيت غدير وقف قدام بيت هاللحظات وحلو ودخل كانت ناعصة فوق نموسيتها وعاطيها بالطهر حسيت بالحركة في البيت ودورات وجهها حتى كتفاجأ به في بيتها غمضات عينيها وعودات فتحاتهم اللي تكون كتخيلوا من لي حلاتهم من جديد تأكدات باللي فعلا هو وماشي مجرد تخيولات خاصة فاشقلز جنبها وحت ايدو على راسها كيدوزها على شعرها قال ليها سمحي لي غلط فاشجيت عندك لهنا من لي عرفت باللي عايشة بخير وبريتي كان علي نخليك وما نكونش آناني لهذا الدرجة كون وقعت ليك شي حاجة بسببي عمري ما كنت غادي نسامح راسي نساي الماضي وعيشي حياتك وشوفي غير القدام كانت منى ليك السعادة تحضر بازها من رأسها بوسا طويلة وخشا ايديه تحت ظهرها وجرها لعندو خشاها في حضنو وزير عليها بقوة استنشق ريحتها لآخر مرة ونزلت دمعة من عينيه وناد خرج من الغرفة بلا ما يتلفت اركفت موبيل وزعت ابقات هي كيف الجماد مستوعبات شش نترا حسات باللي عمرها باقي غدا تشوفه داك شي مناش كانت خايفة وقع الوعد اللي اعطاها باللي عمره يتخلى عليها في نمشا ها هو ودحها وسمح فيها يعني قصة حبهم وصلت لنهايتها وصل المغرب خرج من المطار ولقى سيراج واقف حضا الطو موبيل دياله كي تثناه استقبلوا سيراج بعناق حار بحالة يلاحس بيه محتاجه اركبه هو وياه وتحركه قال لي السخر ما باقيش نمشي للدار الغت ليه خرجوا ركفتوا موبيل دياله ومشا ديري كتل المركز داخل كيتمشى بخطوات كبار وخاشي ايديه في جياب ستروان اللي شافو كيتصدم كيفاش الضابط صخر بن يزيد حي الصدمة كانت باينة على وجه اغلب رجال الشرطة ادخل ولقى عمر ومراد ورانية واقفين والعقيد قالس فرست طبلة اللي ما كانش متفاجأ بظهور صخر لانه هو الوحيد بجانب فريق صخر اللي عارف باللي باقي حي القى عليه الصخر التحية وجلسك قال ليه العقيد على اسلامتك عمر شرح ليه كل شي مستعد لهذه الخطوة قال ليه الصخر اتم الاستعداد وهو يقول العقيد بالتوفق قال ليه الصخر شكرا سيادة العقيد خرج الصخر وفريقه ودخلوا للمكتب دياله كانت الطبلة عامرة بالمعدات حييت صخر الجاكيتا ولبس واقي الرصاص والصمتة اللي كده السلاح عمر المسدس وخشاه في بلاستو نفس الشي داروا الفريق دياله لبسوا واقي الرصاص وعمروا سلاحهم لبس صخر الجاكيتا وعداء اوامروا عاد تحرقوا خرج سابق وركب هو وعمر في الطموبيل دياله ومراد ورانية في الطموبيل لموراهم تحرقوا للوجه اللي قاستين شوية وكانوا قدام في للا كبيرة نزل صخروا الفريق ووقفوهم ليه غارد حتى جبد الشارة دياله عاد سمحوا ليهم يدخلوا كان قالس على طبلة الفطور كيشرب قهوتو الكحلة وهيز الصحيفة كيقرأ اخبار البورصة سمع الصونت لحاضات فقط حتى وقفوا عليه بربعة كيف تعرف على صخر خرجوا عينيه من بلاستون صخر جبد ورقة وخشاها ليه في وجهه وقال له مصطفى المجيدي انت رهن الاعتقال بتهمة اغتصاب وقتل الضحية بوروج لشقل مصطفى قال له شنو؟ واش كتخرف ولا مالك؟ صخر حتى ببنيه وقال له تحرك وتقاد قدامي انو وريك التخرف كيف داية مراد تقدم مراد ودار المينوت مصطفى ودفعوا قدامه وتبعوه قدام القارد اللي ما كان بيديهم وعله طلعوا مراد اللور ديال السيارة وهو غير كيسب ويتحلف باللي غادي يخرج عليهم كاملين تحركوا من تمام ومراد ورانيا رجعوا بمصطفى المركز اما الصخر وعمر فمشاوا الوجهة التانية بعد دقائق وقفوا قدام فيلا اكبر من اللولة داير بها صور كبير وحديقة قدلخلة وبوابة ضخمة كيف اللول؟ نزلوا ومنعهم ليغارد من الدخول حتى عرفوا بلي هما دبات وعندهم مذكرة عاد سمحوا ليهم بالدخول واقف صخر وعمر وسط الفيلة كيت سنو فيه يخرج عندهم من بعد ما دخل احد ليغارد وعلمو بمجيء ضيوف غير متوقعين خرج من المكسب ديال ولابس كون بلي كري مخططو هاي سيغار فييدو كيتمشى بنخوة احتى وقف قبالة الصخر وحتى هو تصدب من رؤية الصخر باقي حي لحقاش خبار موتو كانت وصلتهم قال لي شنو شرف زيارتكم لينا قال لي صخر بصوت حازم الوزير سعيد بنت طيب انترهنا الاعتقال بتهمة اغتصاب وقتل بروش لشقل تفضل معنا اضحك الوزير وقال له نكتز وينها هادي اغتصاب وقتل اه وشكون هادي تاني صخر قال لي ما تخافش احتل المركز ونعشوليك ذاكير تقميزيان تفضل توجه عنده عمر وبغا يدير ليه المينوت وهو يقول له الوزير خطوة جريئة منك هادي نتمنى ما تندمش على هادشي اللي كتير صخر قال ليه بصوت عالي باركة من الهضرة وتحرك خلاص كانوا ليجارتوا واقفين وبغاوا يدخلو حتى دار ليهم الوزير بيدو يتراجعو مد ايدو العمر دار ليه المينوت وخرجو طلعوه اللور ديال الطموبيل ورجعوه المركز دخلوه لغرفة الاستجواب من غير ديك اللي كاين فيها مصطفا وبدون مقدمات بدا صخر كيستجوبه كان جالس مقابل معاه كيشوف فيه بمكر وقال له واقلات فاجأتي فشفتيني الوزير بقى ساكت وهو يقول صخر آه نسيت باغي تلتازم الصمت حتى يحضر المحامي ديالك ما علينا توهم اللي موج هادا ضدك واضحة وما كاين لاش نبديوه ونجيبوه في الهضرة حيت باقي خاسنا واحد ولي هو راس الحربة بقى ساكت شوية وقال توران هز الوزير راسه في صخر بصدمة كيتعجب منين عرف بهذا الاسم قبل ما يحس على راسه رد فعله أكدت الصخر باللي غادي في الطريق الصحيح قال ليه صخر سيكم توران قريب يشرفنا ونديروا لكم انتوما ثلاثة أحسن إقامة في الوطين اللي كنت نازل فيه راسه فينستار والخدمة ممتازة واحتى المتعة موجودة غادي تبرعوا ليام عرسكم قال ليه الوزير ابقى تحلم وصل نهار حفل الخطوبة ودخلوا جوز سيارات مع الفينة نزل راكان وحل الباب ونزلات غادير بالفستان هالقصير دايرة ميكاب خفيف برزم على محال جميلة تأبطات دراع راكان وتوجهه الجردة فين كينين المدعوين وموراهم صيف وسوجين اللي كانوا في الدموبيل الخراب رقية كانت كترحب بالضيوف وصخر كان واقف بعيد واسمحة كتعيط عليه وهو ويسع بانت ليه أسيل واقفة جند رقية وتمشى على مهن احتوصل عندهم وقف جن بمو مكره كانت باع الأنظار عليهم احتبال ليهم جوز سرباية جارين طبلة عالية حطوها قدامهم هبت صخر عينيه غير شاف البواطة الحمرة محلولة ووسطها جوج خواتم وجنبها الحليب والتمر زير على ايده بقوة وعروقه بدو كيتنفخه والأعصاب كيلعبوا عليه بقى عليه غير شوية وينفاجر عليهم ويجمع كل شي شاف يمولي مادة الخاتم وهز عينيه كيشوف المدعوين احتى المحة قال سجنب راكان وصيف كانت كيف الكل كتشوف في جهتهم ومتبعة كل شي اختف الخاتم من ايد دمه وزير عليه بايده بحال نيلة بغى يفرده عينيه ما زال كيشوفه في جهتها اللي محة حضرات عينيها متجنب نظراته وبدوره تلفت وشاف جهة أسين اللي مادة ايديها ليه لبس لها الخاتم واحتاه هي هزات خاتم وشدات في ايده شاف فيها بحدة وكيصبر فراسه على هذا الموقف اللي ما كيتحسدش عليه لبسات ليه الخاتم وعلات الزغاريت دي الرقية وعيالات آخرين نصد الحليب باش يشربوا بعض على حساب التقاليد خلاها بلاكة وذات بلا ما يدور عندهم شاف صراج اللي واقف جنب مرتو وهاز بلدو ووصليه بعينيه باللي صافي مبقاش قادر يصبر وهذا جهدو عليهم عينيهم شوعه التاني للجهة فين كانت قلصة وما بانتش ليه كمل طريقه وتوجه للجهة الخرا فيه كينا لسهل والبيسين وقفو خشا إدوش بالتجارة شعلها كيكمي بإيد والإيد الأخرى خاشيها في الجيب رجحش بد إيدو من الجيب وقابلها معاه كيشوف بالخاتم ولاح القارو عفط عليه وحيد الخاتم من إيدو بنته ولاحو في وسط البيسين من لي شافتهم غادير غادي لبسوا الخواتم ما قدراتش تحمل وخاق صحات قلبها ولكن ما بقاتش قادرة وقفات وخرجات من تمك مسرعة ناط سيف بغي تبحها ومنعه ركان وقال ليه باللي غاديم شي هو تبحها ركان وبانتليه واقفة وسط الجردة وكتشوف قدامها وسهية حط إيدو على دراحة ودورها عنده وبانوا ليه الدموع هابطين بوحدهم وما كتصدر حتى صوت مد إيدو هزليها رأسها وشاف عينيها اللي عامرين الدموع وتقبط عليه قلبه إيدا ما زالك تبغي وما قدراتش تنساه حتى أنها ما استحملاتش تشوفه مع وحدة أخرى وهو شكون حس به اللي البنت الوحيدة اللي كيعشقها كتشوف واحد فقط لا غيره قال لي هاركان علاش غادير علاش كتعدبي فراسك وكتعدبيني معاك هو وانساك وباغي كمال حياته مع وحدة فرا وانتي قال سكت بكي عليه غادير بقى تساكت ودمو حدا يديه قال لي هاركان خليتك على راحتك وما حكرتش عليك وخعار فباش كان حس من جيهتك وكل يوم كانت عدد قريب ليك وما قادرش نقيصك كيف بغيت ولا لملكك صبرت وصبرت ولا بغيت يتحسي بيا حتى انا باشار وكيحس وكيغير شدليها في ايديها بجوجو قال حسي بيا شوية واعطيني فرصان تبتليك باناني انا اكتر واحد استحقك مد ايده كيمسح ليها في دموحها وعينيه كيتأمله كل انشفو جهها تايع ما بين عينيها وشفايفها كيقرب كتر وكتر غادير ما كانتش حاسة بحتى حاجة باقي منظر سخر واسير واقف جنبو وقدامهم الخواتم باقي بين عينيها احتفايقها من سهوتها شفايف راكان اللي تحطو على شفايفها اما سخر واقف اولا كله حمر والنار كتنهش فيه في الداخل دياله كان اسوأ منظر ممكن يشوفو في حياته راجل اخر حيت هاد الساعة ناسي واش كيجيل تصيلتو شي حاجة شاد حبيبتو كيقبل فيها حبيبتو دياله وما من حق حتى وهاحد يقرب ليها ولا يقيسها تحرك بسرعة البرق جبدها من دراحة ودفحها بعيد ونزل على راكان بلاكمة ديالغدايت ونزل عليه باللكامات واحدة مورا الخرا راكان كيطاكي واحدة ويجيو فيه جوج وقفات غادير من الارض حيات الدفعة اللي دار لها صخر كانت قوية وطيحاتها الارض ما زال مستوعبات دكشي اللي دار راكان وكانت على وشك الدفع حتى حسات بقبضة حديدية جبداتها من دراحة ولاحتها شافتهم شابكين وصخر تجنن كيسبوا ويغعرق وعاطي الدق لراكان قربات ليهم وبغت تفرقهم وكيف حطت ايدها على دهار صخر دار عندها وخنزر بيها ودفحها عليه احتفقدات توازنها وكانت غدا تطيح عاود تاني ارجح صخر كيبوني بفراكان بكل قوته وكيقول له ياك ماد شوار بك تبوز فيها فوز داري اليوم غادي نقتلك ونرتاح من خليختك اليوم غادي نقتلك ونرتاح من خليختك غوتات عليه غادير بصوت عالي وقالت اوقاف صخر دار خنزر فيها ورجع بغي يكمل عليه قالت ليه غادير باحد منو ما عندكش الحق تضربو ولا تضخل فينا شكون انت باش تحاسب معاه داكش اللي كان بيناتناه سالة واليوم خطوبتك وقيلها سير قابل خاطبتك وقيلنا عليك راكان استغل شروط صخر وهو كيسمع لكلامها وضربو لنيفو لاحو عليه هناك داو الصخر ادو على نيفو مسح الدم وهز فيها عينيه كيشوف فيها كاعي على الكلام اللي خرجات من فمها وقفوا تبادل النظارات الحادة مع راكان قربوا البعدياتهم بخطوات بطيئة وكل واحد كيشوف لاخر بحقد جاويت شابكم من جديد باينا باغين يختموها وواحد يمشي للرودة ولاخر الحف مشيت بسرعة ووقفت وسطهم وهي كتغوت على صوتها باركة انا عييت منكم بجوج واش انا لعبة كل واحد باغيها لراسه انا راه انسان وانا اللي من حقي نقرر ونتحكم في حياتي شافت في راكان وقالت راكان ما تخلينيش ندير شي تصرف ندم عليه خلينا هاني ورجعت شافت في صخر وقالت وانت كل شي سالة وهنينا وسير شوف اشتابعك جرها صخر من دراحة بقوة وقال شفتك تسرح لك اللي سالة سالة ماشي انتي اللي كتقرر واش سالة ولا لا كتفعمي نطرات منه وقالت تلق مني قال راكان ساخر تلق منها ساخرش بد السلاح مورا دهره ووجهه لراكان وقال له عقلت شح لدك النهار ياك اقسم بالله ومتهني الوقت حتى نخويه ليك في وسط راسك جر معه غادير وقال ليها زيدي انت فاهمه على هدشي بعده واللول غادير كتجابد معاه وكتقوله وطلق مني طلق اني بغيت نمشي فحالي اش داني نجيل شي حفل ولا شي ضمر جاهل سراخة وجرها كيف الريشة وهو كيغلي راكان بقى واقف في بلاستو مغدل عارفوا يديرها اللهم ما يسلكمها دخل هالاقرم مكان اللي هو لصان وسد الباب وطرقه ودار عدها عينيه حمرين وعرقه من فوقين كانت دو طافي وغير دو القمر اللي داخل من الباب الزجاجي بدايت غاديرك ترجع بالنور وصخر كيقرب حتى حبسها على الحيط نزلت عينيها في الفردي اللي فيه الدور ورجعت شافت فيه بخوف شافها فين شافت وعرفها خافت هزوا وحك بيه راسوا ولاحوا في الأرض دار جوج خطوات ووصل عندها وكانها مع الحيط بإيديه وعينيه كيطلقوا الشارع قال لها علاش رجعت قبطها من دريعانها بجوج وقال لها علاش ياك عايشت أمك بخير وخدامة خدمتك الزينة ليش جاية علاش غاديرك تشوف ليه في عينيه وقالت بكل تحدي ماشي شغلك فيها نرجع أو لا هذا قراري ما غاداش نتشاور معاك شدها صخر من خسرها وورك عليها وهو يقول لها علاش خليتيه يقيزك علاش مخلياه يبوسك واش بغياني نصفيها ليكم بجوج قالت غادير انت ما كتبوش خطيبتك هي واحدة أنا عادي يبوسني الشخص اللي غادي نكمل معاه حياتي شدها من فكها وقرب وجهها عندو قال لها غادي نقطعهم ليه لا عودها مرة أخرى وانتي غادي يكون حسابك معايا عزير سلنا يعلي يحتان سالي ليك غادير كتدفع فيه من صدره وقالت واش انت مريض ولا مالك واعي بضله خاطب وجاي تحكم فيها أنا وعطيني بتي ساعه النبوس اللي بغيت وزايدون ماشي أول مرة صخر اضحك وقال لك دوب ما كتعرفيش ليه راه ماشي ناعس على ودنية لها السائلة عتستيها كتصني يحساب ليك عايشة في بلد أخرى وما جايب ليك خبار راكي كتحلني ابداو عينيها كيتغرغرو وقالت ما كيهمنيش انهار جيتي وودعتيني اضربت عليك في مرة ايدا كمل على خيرك وفوتني بغا نعيش حياتي بلا تعقيد صافي عييد رجح صخر خطوة نور ودوز يدو على شعره وقال انتي ما عارفة وانه وانه انا هاتش درتو على قبل قاطعاتو وقالتنو كمل مالك سكتتي ولا ملقيتيش العذر اللي برر ليك شنو درتي ولكن انا غادا نسهل عليك الامور انا جيت باش نحضر لعرسك عرفتي علاش باش نحيدك من هنا حطات ايدها على قلبها وقالت بصيفة نهائية جيت نشوفك كتزوج بوحدة اخرى باش نقنع هاد القلب باللي صافه كل شي سالة ونفيق من الاوهام شافت فيه وقالت الله يكمل عليك بالخير انت وليتي الوحدة اخرى وهي وليت محسوبة عليك كانت منها تلقى معاها هاداك الشي اللي مقدرتش نعطيه ليك تمات غادا جيت الباب حتى حسات براسها تجرات وتخبطات مع الحيط بقوة قال ليها سخي انتي ديالي وهيد الحقيقة هي اللي عمرها غدا تتغير خاصك تدخليها لعقلك وقنعك واللي مباقي ما كيهمش قالت مستاحي ما خليش لي هالفرصة في نتكمل هادرتها وطاحة لشفيفها بقبلة حارة قاومات احتحيات وقدفع فيه وتعاود ولكن ما قدراش وهي رجع ليها منظرهم وهو غادي لبس الاسيل الخاتم فتحات عينيها ودفعاته عليها فتح عينيه وشاف فيها كتنهج وكتخنزر فيه قدات سميطة اللي طاحت منعلكت فيها وقربات ليه وهزات ايدها ونزلات عليه بتصرفيقة على جهدها ودازت فيه وتمات خارجها سمعته وشنو قال وكملات على طريقها بلا ما تعيروا اي انتباه قال باقت لبسي بحال هاديك الافضيحة نقطعهم ليك عصبيته تلاشات فور ما قبلها ومعقلش على راسه وشنو كيدين استسلم الأحاسيسه وتبع قلبه غادير كيف خرجات من تمامك مشات عند سوجين وقالت لي هاب اللي بغت تمشي للدار وبعد مورور ثلاثات الأثابيع جنهار العرس كانت قالسة سوجين فوق الناموسية ومتبعة عينيها الغادير اللي كتجمع في حويجها قالت ليها سوجين صافي غادت رجعي تاخدتي قرارك غادير كتلوح في الشنطة وقالت ما بقى عندي مندير هنا وعمري ما نفكر نرجع لهاد البلاد اللي ما جاني منها غير المصائب سوجين قالت غادير بلا ما تنقري جيتي للمغرب على قبل صخر او للا؟ غادير وقفات كتشوف فيها وقالت اعا جيت على قبله وخنك رحتان عيام ولكن من اللي سمعت باللي غادي تزوج تهزات بيد دنيا وما قدرتش نتقبل انه غادي يولي الوحدة برا وجيت على أمل يشرح لي ويأكد لي باللي باقي كيبغيني ومن ثانيش واتصلح الأمور بناتنا ولكن اللا هو اكتفى ما يدير حتى حاجة وكمل في هذا الزواج وخبنت قدامه عينيها تغرغره بالدموع وقالت باقي بغيت زوج بها أسوجين يعني أنا صافي ما بقيت كنعني لي هوالو قطعتها سوجين وقالت وذاك الشي اللي عوتي ليه اللي وقع بناتكو منهار الحفلة والهادرة اللي قال ليك غادي قالت شفتيه الغازواجو إلا أنا كنبال ليه لعبة يخليها حدايه وقت مبغى ويلوحه وقت مرج قاد ليه أما هاديك راه مكبر بيها وحاطها وسط عائلته وباغيت زوج بيها وقفات سوجين وقربات ليهو وشداتها من إيدها وقالت أنا كنظن صخر باقي كيبغيك ما تستسلميش وتندمي من بعد ياك انتي كتبغيه إيوه وقفي زواجو من هاديك وحاربيع لقبلو غادير اللي كنعرف ما كتنهازمش من هاد السهولة قالت ليها غادير إلا كرامتي يا سوجين كيفاش بغياني نمشي عندو نهار عرزو ونقول ليه اللا ما تزوش بيها أنا راه باقي كنبغيك عمرها ما تكون هو اختارها الله يعونهم قررت ما نبقى نزيد في هاد البلاد دقيقة واحدة سوجين قالت انتي تعرفي نمشي نجمح ويجي كانت خارجة ورجعت وقالت آه ورا كان في خباره غادين غادير قالت را كان ولد خالته هاداك أكيد غادي حضر العرزو وخاي وقع اللي وقال ورا مشا الصباح عند خالته فاشتصلت بيه غادا نخلي ليه ميساج باللي رجعنا الكوريا قالت لها سوجين اوكي جمعات حويجها كاملين وبالثلاث طلقات شعرها من بعد ما قداتوا وهزات ساكادوا في ظهرها خرجات من الغرفة ودقات على سوجين وفتحات لها الباب وقالت لها غادير سوجين بقى هنا حتى نرجع بغيت نمشي الواحد البلاسة ما غاداش نتعطل قالت سوجين فين غادا نمشي معاك غادير قالت لا خاصني نمشي بوحدي ما غاداش نتعطل عليك خرجات غادير ولقى الطاكسي اللي اتصلت بيه كيت سناها ركبات وقالت ليها للوجهة اللي غاداليها دخلات رقية اللي فيه لنا وصيراج رافق العدول المكان المخصص للعرسال فين غادي درقوا العكت طلعت رقية مع الدروج متاجها اللي بيت اللي فيه قاسي احتشفت الصخر خارج من بيته واستغربات من اين تاجها قالت الصخر؟ دار عندها صخر وقال مزيان من اللي شفتك رقية قالت له امتى جيدي؟ قاعنا شفناك من اللي ادخلتي قال لي هالصخر ادخلت من الباب اللوراني وهي تقول آه تبارك الله على ولدي او مستمع ريس في الدنيا بتاسم صخر بتي سامة خافتة وقال الوليدة انتي هي كل شي ساعاتك هتهمني بزعف دكشي علاج درتليك خاطك كانت منا ترضاي عليا ديما وخي وقع اللي وقع تحنا وباس ليها راسها وقال هاني مشيت رقية بالفرحة قالت اه غادي تهبات اوكي سبق انا غدا نجيب اسيل ونجي نزل مع الدروج وعلامات الحزن باين على وجهه ما بيناش عليه شي واحد عرسوليه شدات رقية في اسيل والبنات تابعينها وشادين في الفستان من اللور تلاقوا بإيلا في حدا الباب وتسالمات مع اسيل ورافقاتها حتى هي وهبطوها بصغارية قلصوا اسيل في بلاستها وتوجهات رقية لعن الزيراج اللي واقف حدا الباب وقالت له فين خوك؟ قللي هازيراج علاجه وهي تقول له رقية اه راه تلاقيت بيه لفوق وراه نزل علاماش فتيحش قللي هازيراج لا كنت في الخارج وعدد خلت اجبد التليفون ديالو وقال بلا تنسوني عليه قطع وقال تليفون ديالو طافي وهي تقول رقية قاوي لي لما تقول هاش سير قلب عليه غادي يكون غير فيش بلاسة شوف مكتب بباك مشا سيراج بخطوات مصرعة كيقلب على صخر وباله مهانيش خايف يكون داردك الشي اللي على باله ما خلحته كنت مقلب فيه وما لقاش ليه الاثر ارجع عن دمه واللون مشا من وجهها قالت لي لقيت ايه فينا هو قال ليك جاياك قال ليها سيراج الوليدة صخر مشا رقية وهي مصدومة قالت فين مشا غادي يرجع ياك ما غاديش يحشم بيا قدام الناس ويتخلى على البنت نهار عرسها بداتك تدخل وتخرج في الهضرة وقالت انا واعدت نزوجها الولدي ونعيشوا مع بعض ويتجمعش مننا ما يمكنش يخوي بيا هادو ماشي فعيل صخر والدي اللي كان عرف سيراج قال الوليدة راه انتي السبب بقيتك الضغط عليه وزربتي عليه بحد الزواج اللي بين اخرجو كون قاعد زوجها راه غادي تطلقو ما فيهاش رقية رجليها فشلو عليها وشدات فيه وهو يقول لها سيراج الوليدة مالكي شنو واقع ليك؟ قالت ما بقيتش قادرا وقر قال لها سيراج اجي معايا شد فيها وسندها علي دخلها المكتب وحطها فوق الفوت دي عايت على الخدامة تجيب ليها دواها وشيكاس ديه لها وسمع سيراج الباب تحل وبانت ليه الخدامة داخله ومورها راكان اعطاتهم الدوا وخرجات قرب راكان عند رقية وسولها بقلق قال لها خالتي ياكشي بس مكاين كتباني ليه ماشي هي هادي رقية قالت شين هار غا نموت بسبابه عمر مين سامح ليه لهادي الفعلة تخلع للبنت شنو دن بها هي؟ راكان ما فهمش وقال لها شنو واقع هلا منك تهدري؟ رقية قالت سخر مشا قال لها راكان شنو؟ ودار عند سيراج وقال فينا هو سيراج قال ليه باينا كان من الأول مقرر ما غاديش يكنميل في هادي السواج الغلطة ماشي دياله بوحده ديالنا كاملين اللقينا ساكتين على هاد المسرحية راكان قال واش ما غاديش تزوج بيها؟ وفيه هو دابة قال ليه سيراج شكون عرف؟ تليفون دياله طافي راكان وقف بحال ليلى سفعطيه الحاجة الوحيدة اللي جات ليه في باله هو أنه سخر ممكن يمشي عند غاديه وديك ساعه الظلمة تم خارج من المكتب حتى اسمع صوت خالته كينادي عليه وقف ودار عندها وإذا بيها كتصدموا بكلامها قالت تزوج بيها انتا راكان تصدموا قال كيف عاش؟ قالت ليه رقية يلا كنت عزيز عليك تزوج بالبنت غير مؤقتة ومن بعد طلقها ما نقدرش نشوف هكا تدل قدام العائلة والناس يشمتوا فيها ما غاداش تستحمل راكان جا خالتي واش عرفها راسك شنو كتقوله نتزوج بوحدة ما كنعرفهاش وزايدون انا كنبغي وحدة غرا وناوي قريب نتزوج بيها رقية قالت ليه غير مؤقتة الله يردع ليك اش من وجه باش غادي نشوف فيها ونقول لها صخر مشا وخلاك وخاها دي جرح ولكن احنا الاقل كرمت ما بتمرمدش قدام الناس راكان قال ما نقدرش خالتي ما نقدرش نزوج بوحدة اخرى من غير غادي وقفت رقية بصعوبة وقربت ليه وشدت ليه في ايديه وقالت عافو ولدي انا ما دير فيا هاد الخير وكان واعتك ندير الفجه دي باش تجمع انتا وهاديك اللي كتبغي راكان بقى ساكت وقال موافق عنقاته رقية وقالت الله اردع ليك اولدي عمري نساليك هاد الوقفة اللي وقفتي معانا قال سيراش راكان وش متأكد من قرارك راكان قال اه ولكن بشرط شاف خالته وقال تأكدي من ان الصخر يبقى بعيد على غادير وعمرك توافق علي هكا كلمة رقية قالت كان واحدك خرجوا من تما ورجعوا للصالة اللي كانت فيها الاجواء متطاربة كل شي كيتسنى في الحريس بانت لهم رقية داخلها والابتسامة اللي كانت على وجهات تمحات تابحة سيراش وراكان ونعتاس بيبها لراكان باش يقلس جنب اسيل مشا قلس مكره من الوضع ولكن ما كانش عندو خيار اخوه اسيل شافت راكان قلس في جنبها وهي تطلع عينيها وشافت في رقية بتساؤل وفي نفس الوقت بحاملة يلاحسات بشي حاجة ماشي هي هديك تحنات عندها رقية وهدرات لها فودنيها قالت سمحي لي يا بنتي ولكن الصخر معرفناش فين ذات حاولت هدني وما تنفاع ليش راب نادم خال صغير يدي ما يعود هارا كان وافق يتزوج بيه كدابة زواج على وارق مؤقتة ومن بعد تطلقه من اللي يرجع داك المسخوط الوالدين بعدات وشافت في اسيل بحزن اللي الدموع بداو كيتترسبو من عينيها لولا الطرحة اللي داير على وجهها كل شي كان غاديشوف دموحها وتزوج راكان باسيل كل شي ما كان فاهم حتى شي حاجة ياك كان عرص صخر وهو اللي كان غادي تزوج اذا علاش راكان اللي دار العقد تساؤلات كتيرة كالدور في راس المدعوي وكان اللي فرح فقط لان صخر ما تزوج وصلت غادير للدار اللي تغبات فيها تميت داخلة مع العمارة وهي تلقى راس هاته الزاد فوق تفسخ راسها لتحت ورجليها الفوق غوتات وضربات باشي نزلها ساعة وعلو حلتو موبيل وخبطها مع الكرسي وسد ودار ركب وزاد بلاح تكلمة كتقول له نزلني وكترف الزاجة وكتغوت وكتقول واعي بض الله هاد السيد خاطفني عتقوني راح مق وبغي قتني جبدها صخر بالجهد وقال تي هدايا هاد البرهوشة واش بارياني نعطبك غادير حيدات حزام الأمان وقالت ولا بغيت نهبط خليني نمشي فحالي ما بغيتش نمشي معاك صخر حبس الفران بالجهد وقال واش بعقلك انا غادي طاير وانتي محيدة الحزام قالت غادير وهي مدابزة مع الباب بغت حلوه وحول قال لها سخت محاش ماهو بغيتش بغيتش بغيتش